اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله يمدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث التي جاءت في الجامع الصحيح للإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى نذكر أهم المعاني وأهم الفواعد التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك لا ننسى ذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والتي وردت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخواتي الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل انتظرونا عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمر الدوسية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمر وهاجر معه رجل من قومه فاجتوأ والمدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمر في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسد فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا نزال معكم في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى كنا قد وصلنا في شرح حديث كتاب الإيمان وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال إن الطفيل بن عمر الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه هاجر إليه الطفيل بن عمر وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرأه الطفيل بن عمر في منامه فرأاه وحيئته حسنة ورأاه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر في بعض المعاني وردت في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الطفيل يعني دخرة أي ادخرة واجتووا كرهوا المقام بها لضجر أو لمرض مشاقص المشقص هو السهم يكون يعني ذو طرف حاد حريض براجمه البراج التي تكون في اليد مفاصل الأصابع شخبت يداه يعني سالة منها الدم منعه أي الجماعة التي تمنع الناس ممن يعني يقصدها بمكروه وفي هذا الحديث أخواني الكرام يعني أن الطفيل بن عمر الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اتيانه قبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث آخر في موسيقى بيعلى فقال يا رسول الله يغسط طفيل وغرضه بما سيقوله أنه لما رأى مضايقة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وصد قريش عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدها عن سبيل الله جل وعلا فأراد حث النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى بلده حتى يتمكن من أداء ومهمة الرسالة قوله قوله هل لك في حصن حصين الحصن هو القصر يعني المسور بسور خاص لحماية من به من الأعداء ودائما يكون الحصن مرتفع ومنع هي من العز والامتناع برجال يمنعون من يقصدك بمكروه حصن كان لدوس في الجاهلية أي أن الحصن الذي أدعوك له هو حصن كان لقبيلتي دوس أو لقبيلتي دوس فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي امتنع من إجابة الطفيل للذي ذخر الله للأنصار أي رفض عرض الطفيل لأن الله تعالى أراد أن يكرم الأنصار بهجرته إليهم فلم يشرح صدره صلى الله عليه وسلم بالهجرة لغيرهم هاجر إليه الطفيل كانت هجرة الطفيل في عمرة القضية وقيل قدم مع أبو هريرة رضي الله عنه في خيبر وهاجر معه رجل كما في هذا الحديث فاجتبوا المدينة فمرضة فجزعة وهذا يفيد بأنهم جماعة وليسوا اثنين فيكون الطفيل والرجل ومن يتصل بهما لأن الضمير جمع فاجتبوا المعنى أنهم كرهوا المقام بالمدينة يعني لضجر ونوع سقم يعني أصابهم المرض وجزع أي فقد الصبر مما ألم به هذا الرجل أخذ مشاقص له والمشاقص هي جمع مشقص وهو سهم فيه نصل حاد عريض وقيل السكين وظاهر الرواية أنه أكثر من مشقص فلعله جرب مشقصا ثم مشقصا ثم مشقص آخر حتى قطع قطع بها براجمه البراجم مفاصل الأصابع فشخبت يداه يعني سالة منها الدم الكثير من البراجم هذه من الأصابع فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر أي اللهم غفرت له اللهم وليديه يعني فاغفر أي كما غفرت لبقية بدنه فاغفر ليديه طبعا هذا الحديث فيه تبيان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في محيط كان كله من الكفار ومن المشركين وكان الدخول في دين الإسلام أمرا شديدا ثم كانت الهجرة إلى المدينة يضاف إلى شدة الدخول في الإسلام يعني فيها ترك الأوطان والأموال ومفارقة الأهل فهنا يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه أي هل ترغب في أن تأتي حصنا حصينا قويا فيه منعه تحميك من الأعداء يقصد بذلك حصن كان القبيلة الدوس في الجاهلية هنا رفض النبي صلى الله عليه وسلم عرض الطفيل وهذا لما قدره الله عز وجل في الأزل وجعله ذخرا للأنصار بأن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمر وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة أي كرهوا الإقامة في المدينة لم يناسب جوها أبدانهم فمرض أي أصابه الخوف والإضطراب فأخذ هذا الرجل مشاقص له فقطع بها براجمه فهنا شخبت يداه حتى مات أي فأخذ حديدة السهم الطويلة فقطع يعني عقد أصابعه فسالت دما وحتى مات يعني كأنه قتل نفسه وهذه لا شك إنها كبيرة من الكبائر فرآه الطفيل في منامه بحيئة حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على حسن الجزاء من الله الهجرة فإن الله عز وجل أكرم هذا الرجل الذي هاجر بالرغم من أنه يعني قتل نفسه فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل قال اللهم وليديه فاغفر أيضا هذا الشيء جميل يعني لهذا الرجل ودعوة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أي فاغفر ليديه ما فعلتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا يكفر عننا خطايانا وسيئاتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر